السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني اخ حبيب شاب طيب مسلم. قال لي لما اكون قاعد مخي هادي ما في افكار كتير. بس فز بدي قوم صلي. لك كل افكار الدنيا بتجيني بقى للصلاة. ما بتهنى بالصلاة. كل افكار اللي بتخترب بالناس جيني براسي انا وقت ايه وانا واقف الصلاة. بس اترك الصلاة بخف. تلو ما اتخاف. معلش. معلش. استمر في الصلاة لو هي. كل ايه اعطنا نفس الشي. دلني على واحد بيصلي ركعتين ما بيخطر باله غير الصلاة وكلام الله وخطاب مع الله. وين هذا? دلني عليه والله حتى روبوس ايدي ورجلي. دلني عليه بس دلوني عليه. ازا واحد يعرف هيك شخص بوقف بالصلاة ركعتين ما بيشرط فيه هون? اسألكم بالله ادلوني عليه. هو ازا هو بيدلني على حاله كمان بيني وبينه ما عليش بكيف عليه. مو سهلي. هلا انتو عم تسمعوني. هلا انا متحدى اي واحد منكم. يقدر يوقف الافكار اللي تجي على راسه دقيقة واحدة. الواحد تفكر دقيقة بيقول انا 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 جرب. حاول توقف افكار ما تفكر دقيقة فقط دقيقة واحدة ما يخطر بالك ولا فكرة ابدا ولا شارد ولا شي يوقف بخك عن التفكير لمدة دقيقة. طبعا الكبارية يعني قصي الكبارية بمعنى اللي ماشيين بالطريق مزبوط يعني طريق السيطرة على الذات. كافة الاديان. عنده نسبل وطرق. بساوا يعني. بحاولوا خلال الميديتيشن عن التأمل هذا انه يوقفوا الافكار طبعا حنا. ان كان كان طريق ملينة في الناس او الطرق اخرى مئات الاف الطرق طبعا الميديتيشن. هناك تقنيات كثيرة يعني. بالنسبة للصلاة. انا ما اجيكم ايها من ناحية دينية. طبعا العلماء تكلموا كثيرا عن اهم هذا الامر وكيف الواحد. لكن بدنا شي عملي. بدنا شي عملي. يعني من الامر ليس بالسهل انك تركز. وتكون يعني حاضر مئة في المئة اثناء الصلاة. مع الله سبحانه وتعالى. لكن هناك امور ممكن سادك على هذا العمر. يعني مثلا. انت بدك تعرف شو عم تساوي. لما تقوم للصلاة. ما تقوم لها على شكل روتيني. يعني فكر. يعني. لانه تعرف انتو في. احنا الاوتو بيلوت ايطو. هذا يعني. القائد الذاتي او اللي بحرك الانسان باغرب اعماله. بدك توقفوا هدليك اللعظة. بدك كون يعني متل قوله ميد فيتت يعني. يعني. يعني بدك كون واعي. انت عم شو عم تساوي. وين رايح. شو دك تساوي. اه شو ناوي تساوي. نية. نية هاي. بدك كون النية واضحة تماما. انه انت بك توقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما تقفن ايدين الله سبحانه وتعالى. مين هدا الله سبحانه وتعالى? هدا ملك الملوكة. الجبار سبحانه وتعالى. مالك الملك ضد جلالي والاكرام. حسب استحضارك لعظمة الله. بيكون وقوفك بين يدي. فيما توقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تنفس تنفس مهم جدا تكون تنفس أنت معك حاضر التنفس التنفس له علاقة كثيرا كثيرا بموضوع إيقاف الدماغ عن التفكير تنفس دي لعلى ذلك افتح تمك اما تفتح تمك انت فتح تمك كمثال عم تنفس بوقف التفكير بوقف الشروط سفتح تمك ما عمل لك كيف سابق الصلاة انا عم قل لك انه تنفس له دور كبير بعدين الآيات كلمات الآيات لا تستعجل خود وقتك اجلس في الصلاة وقت طويل تمهل يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمه الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نستعين السرطة المستقيم السرطة الذين نعمت عليهم ايرم مغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم يقول له هو الله هو واحد الله لا مو هيك شوي شوي وقف وزا عندك مجال انه توقف كل آية كمان روعة ومع ذلك تشهد بدك تستخدم طريقة المطاطة شو هي طريقة المطاطة طريقة المطاطة انه بطربط دماغك بقلبك بمطاطة بمطاطة كل ما عمل هيك الدماغ بقعد بالمطاطة هي شد المطاطة المطاطة بتجرد على القلب لهون على اليسار شايفين لما تستحضر الله سبحانه وتعالى فهذا هو المطاطة الله شايف في الجرة يعني كل ما تشرد خلي المطاطة تشدك لعند الله مرة ثانية على الآيات اللي عند تقرأها واتمعهم بالآيات شو معنى الحمد لله شو معنى الرحمن الرحيم شو معنى مالكي يوم الدين ساعتها مع التدريب مع التدريب مع التدريب ما بتقود المطاطة بتمشي كتير بعيد يعني لانه انت بتشده كتير احيانا للمطاطة نص متر بتنزع الحقلي مشان تصقي الوردات لا بتغذي بالشدك ترجع على الحمد لله يا رب العالمين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العالمين هيك بترجعك المطاطة دائما تشدك المطاطة بترجعك الى الصدق ارتش له نعم الله يذكروا بالخير هاي قصة طويلة بيحكي لكم ياها فيديو تاني تبع الزلمة اللي كان نفز الصبح وبدو يصلي الفجر امي والله اكبر يركب على الحمار تبعه وينزع الحقلي مشان نسقي البدنسات والبيتنجانات والبندور هاي قصة كبيرة تاني بيكفي هلا المهم يعني انه اخي حتى لو الشيطان ادمع حاول انه يشردك يعني الشيطان كان يجي كان يجي عن رسول صلى الله عليه وسلم للرسول محمدي وخنزب كان يجي في الصلاة و يحاول ان يعني يوسوس له في الصلاة والله سبحانه تعالى ارسل له جبريل فعلمه ما يعني عن هذا خنزب نعم فما بتاكين الشياطين ما بتركونا فيعني هذا مثل ما قالت الكون يعني المهم انك انت تستمر بالصلاة وتسع ولا يكلف الله نفسا الا وسع والله يسعد اواتكم